أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بيكم معانا عزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بيكم عزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاتنا الأول مرة وبنول الجميع أسعد الله منامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى النهاردة في لقاءنا مع بعض هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاء النهاردة رؤية أشخاص في المنام هم في الحقيقة أشخاص حاقدين على الرأي أو بيكرهوه أو بيحقدوا عليه وهنتكلم هنا عن الرؤى المحمودة فقط اللي بتبشر الرأي بالخير وبرضه ممكن إن الرأي يشوف في المنام رؤية جوه يعني جوه المنام بيشوف إن الأشخاص حاقدين عليه والأشخاص دي ممكن يكونوا حاقدين عليه داخل الرؤية فقط أو بيكرهوه يعني داخل الرؤية فقط ونشوف أو الرؤية مع بعض وهي رؤية تحذيرية للرأي وهي إن أي حد شاف رؤية في المنام إن في حد بيعرفه الرأي في الواقع وشافه في الرؤية وكان الشخص ده في الرؤية ظاهر إنه بيكره الرأي أو عايزي زيه أو يضره فديه دلالة للرأي وكمان إشارة ليه وتنبيه ليه إنه لازم ياخد باله من الشخص ده في الواقع ويخلي باله منه كويس جدا جدا لإنه لا يحب الخير للرأي في الواقع أما بقى إن شاف الرأي رؤية في المنام إنه هناك شخص مجهول لا يعرفه وكان الشخص المجهول ده ظاهر إنه بيكره الرأي في الرؤية أو عايز برضو يزيه أو يضره فديه دلالة للرأي وإشارة ليه وبرضو تنبيه ليه إن في حد للرأي عايز يزيه ولكن الرأي لا يعلم عنه شيء بيكن للرأي الحقد وبيدبر له المكائد للإقاع به في المكيدة أو إنه بيخدع الرأي في الحقيقة والرأي لا يعرفه ذلك ولا يشعر بهذا ويظن إن الشخص ده بيحبه ولكن المهم في كل اللي أنا قلته إن الرأي إن شاف الرؤية دي لازم يكون في الفترة دي حريص جدا جدا في التعامل مع الناس الآخرين ولا يعطي سره لحد مهما كانت ثقته به وإنه لا يوقع على أوراق إلا لما يقرأها كويس جدا ويضع نفسه موضع ضعف بين فكي أي حد حتى لا يفترسه هذا الحد والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم أما بقى إن شاف الرأي رؤية في المنام إن هناك شخص مجهول لا يعرفه الرأي في الواقع وكان الشخص ده صراحة في الرؤية بيكره الرأي يعني مثلا إن المجهول ده قال للرأي أنا بكرهك أو إن الرأي قال في الرؤية أنا عارف إن الشخص ده بيكرهني أو إن فيه أي حد قال للرأي خلي بالك الشخص المجهول ده في الرؤية طبعا إنه بيكرهك والرأي شاف في الرؤية إن الشخص المجهول ده واقف وشه وقافل عليه الطريق أو بيمنعه من شيء فكل ده دلالة للرأي على انتهاء كل المشاكل والصعاب والهموم اللي في حياته يعني إن كان الرأي في الحقيقة مجيون يبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى قرب سداد الديون وإن كان الرأي في الحقيقة مريض يبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى قرب شفاء الرأي في الواقع وإن كان بيه أي شيء بيسبب ليه الضرر أو القرب كل ده إن شاء الله سبحانه وتعالى هيزول وهيتبدل للأفضل والأحسن لما الرأي يشوف الرؤية اللي فاتت ديت والله سبحانه وتعالى قدره وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وإن شاف أي حد رؤية في المنام شخص آخر كان في الواقع بينه وبين الرأي في الواقع زي ما قلنا مش في الرؤية خصام أو عداوة وشاف الرأي رؤية في المنام إنه بيتشاجر مع هذا الشخص في المنام فديه دلالة للرأي على انتهاء الخصام أو العداوة اللي بينهم أو بينه وبين هذا الشخص وعودة الأمور للأفضل وإنهم إن شاء الله سبحانه وتعالى في القريب حيتصلحه ونقيس على ذلك إن الفتاة المخطوبة اللي فسخت خطبتها وشافت رؤية في المنام إنها بتتشاجر مع خطبها السابق فنقول لها إن ديه دلالة لها على التصالح وعودة سير الأمور بينها وبين خطبها السابق وإن شاء الله سبحانه وتعالى هيرجعوا البعض تاني وكمان إن المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج وإن شاف أي حد فيهم رؤية في المنام إنه بيتشاجر مع شريك حياته وكان بالفعل في الحياة الوقعية هم متخصمين ومش بيكلموا بعض فديه دلالة للرأي فيهم أيا كان مين هو الزوج أو الزوجة إن بالرؤية دي على قرب تصالحهم وعودة العلاقة بينهم مرة أخرى للأحسن وللأفضل طيب وإن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إن زوجها بيكرهها في الرؤية ولكن في الواقع بينهم الحياة ماشية جميلة ومليانة بالحب فديه دلالة ليها إن الله سبحانه وتعالى سيفتح لزوجها في الواقع أبواب رزق كتير وكمان الرؤية بتدل ليها على إنها بتحب زوجها كتير جدا في الواقع ولا تستطيع الاستغناء عنه وكمان نفس الرؤية للمرأة المطلقة أو كمان للرجل المطلق إن شاف أي حد فيهم الرؤية دي وإنه بيتشاجر مع طلقته أو المطلقة إنها بتتشاجر مع طلقها فديه دلالة لأي حد فيهم على إنهم حيعودوا لبعض مرة أخرى ويتزوجوا تاني من جديد ولكن أحب أكد إن الشجار ده لا يؤدي إلى إصابات أو أي ضرر للرأي علشان هيكون التفسير غير كل اللي أنا قلته في الرؤية اللي فاتت دي والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وإن شاف الرأي رؤية في المنام إن هناك شخص بيكرهه أو حاقد عليه أو في بينه وبين الرأي خصام أو نزاع أو حتى حرب بس داخل الرؤية مش في الواقع وشاف الرأي إن في حد آخر بيصلح بينه وبين الشخص اللي بيكره الرأي في الرؤية وأقول تاني داخل الرؤية فديه دلالة للرأي وكمان بشارة ليه على تحسن أموره في الأوضاع اللي كانت في الواقع سيئة وزوال العقبات التي كانت في طريق الرأي وكمان الرؤية دي دلالة للرأي إن في ناس في الواقع بتحاول تساعده وبتحاول إخراجه من المقاذق اللي هو عايش فيها وبتحاول توجد ليه حلول للوصول إلى الخروج من الحالة السيئة للرأي إلى بر الأمان والله سبحانه وتعالى قدره أعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب وإن أي حد شاف رؤية في المنام إنه بيقبل شخص حاقد أو مؤذي للرأي أو لا يحب الرأي وبيكرهه بس المرة دي بقى الشخص ده فعلا بيكره الرأي في الواقع مش في الرؤية وشاف الرأي إنه هو اللي بيقبل هذا الشخص الحاقد بنفسه ومش العكس يعني مش الإنسان الحاقد أو اللي بيكره الرأي في الحقيقة أو في الواقع هو اللي بيقبل الرأي لا الرأي هو اللي بيقبل هذا الشخص وهو اللي بيقبله الرأي فدي دلالة إنه في الواقع بيحاول يتقي شر هذا الشخص وبيحاول إنه يبتعد عنه وبناء عليه إن الله سبحانه وتعالى سيصلح حال الرأي في جميع أموره أيا كانت إيه هي طيب وإن أي حد شاف رؤية في المنام إن فيه شخص بيكرهه في المنام وإن الشخص ده بيقزي الرأي وبيضره داخل الرؤية لدرجة إنه هي جعلت الرأي يبكي داخل الرؤية طبعا فديه دلالة للرأي وكمان بشارة ليه إنه كل الهموم والأحزان اللي عندك ستزول وهتنتهي وكمان إن الله سبحانه وتعالى سيرسل للرأي أمور وأخبار تنهي هذه الهموم والمشاكل وهتكون كمان أخبار سعيدة وهتفرحه وهتصره وهتبدل حاله أوضاعه للأحسن للعيشة في حياة أفضل ما هو فيها الآن في هذه الفترة اللي شاف فيها الرؤية والله سبحانه وتعالى أدراه وأعلم وأسعد الله دائما طيب وإن شاف الرأي رؤية في المنام إنه هناك في الرؤية شخصين غيره متخصمين مع بعض أو بيتشجره وبينهم عداوة أو قره داخل الرؤية وليس في الواقع وشاف إنه بيصلح بينهم فديه دلالة للرأي إنه في الفترة القادمة سيعلو شأنه في عمله أو ترقية ليه في عمله إن كان موظف وكمان إن ما كانتوا بين الناس هتزداد احتراما ووقارا ومحبة وكمان نفس الرؤية اللي فاتت دي وإن شافها الرأي في رؤية في المنام وكان في الواقع مهموم أو بيمر بفترة كلها ديء فديه دلالة للرأي على قرب الفرج وزوال ما بيه من هموم وديء والله سبحانه وتعالى أدراه وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وتمام كده أشكركم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته